زادت وطيرة المعارك العنيفة ذراوة بين قوات الشرعية وبين الماليشيات المتمردة بعد التقدم الذي حققه الجيش الوطني في جبهتي الصرواح والمخدرة غرب محافظة مارب وبعد مقتل قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبد الرب الشدادي والذي اعتبرت قياداته وافراد الجيش الوطني استشهاده نقطة تحول وانطلاق نحو العاصمة صنعاء ومدينة صعدة معقل ماليشي الحوثي بلا شك بانه زادت المعارك وحدتها برحيل الشدادي ظنا من الميليشيا بانها ستسترد بعض المواقع لكن حصل العكس الجيش تقدم تقدم قوات الشرعية شرق صنعاء وسيطرته على قرية آل عوير وواديها وجبل الطريف وجبل الدرم والتبة البيضاء بمنطقة المخدرة والتقدم باتجاه منطقة الزاغن التابعة لمديرية بني ضبيان محافظة صنعاء وصفه الكثيرون بالنوعي لاقترابه من العاصمة من كل قهات الشرق ووصول مدفعيتها إلى مطار العاصمة صنعاء هي وصلت إلى حدود سرواح ما يفصل ما بين سرواح ووادي حباب ووادي حباب طبعا منطقة ضيقة وبسيط اكتياحها على سنو بيضرب بالمدفعية والطيران وتتقدم القوات الوطنية بسهولة طبعا الآن تبعد قولة القردة اللي حدود سنحان وأمانة العاصمة 40 كيلو لو شاهدنا بأنها خطة عسكرية ممتازة 40 كيلو هذا بتضرب بالمدفعية ببطارية مدفعية قاهزة وكذلك تساندها القوات القوية وكذلك من جهة الشرق اللي هي قبهة بني حجيش يعني صارت القوة بنفس الخط تقدم آخر في جبهة نهم وتعز ومرئيس الضالع لا يقل أهمية عن التقدم في جبهة سرواح حيث نجحت قوات الشرعية بتحرير جبل الكولة الاستراتيجي والتقدم في جبال كهبوب وكرش بعد معارك عنيفة تزاد المعارك سخونة في مختلف جبهة القتال وتحديدا في محيط العاصمة الصنعة وتحرز قوات الشرعية تقدما كبيرا وصفه الكثير من المراقبون بالنوعي محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز